السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي كديرين لبس عليكم شكرا جزيلا على التسويل وعلى الحمد لله نقزتها الحمد لله الحمد لله الحمد للمنة اليوم نصافر بكم الوحد الالزاسيان ليس يعرفش الالزاس هو واحد الاقليم في شرقي فرنسا بحلقة قلتو عدنا في المغرب سوسمة ملتوبين ذات وحد النوع من البريوش هاد البريوش اللي بنت فيها العديد العديد عديد من الوساطات أنا اخترت لكم الابسط والاسهل واللي غدتنجح معاكم فاول 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 1 مئة لبساطة لتسهل من الداخل كيف نتقبوين موية 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 أبتدي فولي مشي اللي بقعت فيه هو أنا كان خصني مولد أصغر من هذا قايت نقلم حتى كملت الفيديو عاد بالي المولد قلت إن شاء الله هناك وصفات جاية باش نديرون الكوغلوف ليكون ضخم ليكون كبير على البنات كيف ما كتشوفوا إن شاء الله عندنا عندي في المقادر ملعقة ونصف من خميرة الفورية أو 20 جرام من خميرة الخبز أو الخميرة المعجونة وكاد كيبا لكم طحين نقصم حيث طحين هذي 400 جرام خديت منه 80 جرام 80 جرام وحليب تاوخذت منه 41 مليلي متر مليلي لتر باش نصوب واحد لباطن لباطن هي واحد تخميرة هي لاباس ديل هاد الكوغلوف كيف ما كتشوفوا ما قادير كل لحدانا غنوريكم إن شاء الله هندوزوا كيفاش نصوبوا لباطن سهل حليب عادي والبنات الزبيب ديك 100 جرام يستحسن إنكم تترقضوا واحد لتتسويع في الزهر ماء الزهر عندي زليب ترتفاع 40 مليلي لتر من الحالي عادي بار عادي لها بدرجة حرارة الغرفة ترتفاع بيضة 80 جرام ديال الطحين خديتهم من ديك 400 جرام وغنضيف الخميرة الفورية قياس ملعقة ونصف قهوة ديال ملعقة شاي سوف نأخذ 80 جرام أخرى ديال الطحين وغنغطي بها هذيك العجينة أو هذيك التخميرة الليدرت ونغطي البابي فيلم وغنغطي الباطن ديالي وغنخليه يخمر كيف ما كتشوفوا لبنات كنتمنى على أن طريق البشرح للكم الباطن تكون مصلاتكم والحليب الثمانين غرام ديال الطحين وبيضة وستعليها الخميرة وغطيتها بـــــــــ 80 جرام ديال الطحين ‫وهذه الطاعة اخرى سوف نبنانت من بعد ما كنا كيد خمر للفباطن ديالي كنضي بها ميزون بلاس الحليب ولي تبقى لي من ديك ميتين ميليليتر كنحطو قحين اللي تبقى لي كنحطو هنا كتبت كتوضاح لكم الصورة دي الله غسعت هنا كتوضاح الصورة سمحوا لي وخلا فيديو طويلة ولكن كنتمنى على أن الشرح جالي بغيت نوصل لكم الشرح أكتر أكتر كنت ملصقى هذا الفيديو مع الطريقة كيفاش صوب تقاملو مي جات لفيديو عدتاني طويق زاشا غير هذا ولكن أنا حي تقاملو طب بغيتو تكون منضيبه لي بحلقة أخرى من جدول مجدولكم على الرأس والعين دونك اللي تبقى لي هنزيد عليه سانيدة ونزيد عليه داكلو باطنو الخمر لي ونزيد عليه المليحة وما تبقى من الحليب وغادي ندير العجينة الضر وممكن البنات تخدموها بيديكم هي الفغيروسات دي الله كوغلوف وزمان كانو كيخدمو بيديهم ولكن الله يحصل لعوان ما بقى وش دك الكتاف وما بقى وش دك اللي الدين اللي غاينوضو يزو يتبقى يتخطي في العجينة بيديك وحب السعب اللهم من هذا المنكر اللهم ولكن اللي كانت بني المتفرجات أو المستمعات أو بقين صغار تخدمو بيديكم كي يجي أحسن أحسن سالفغيروسات أن الكوغلوف يتخدم اللهم البنات بتعجين بليد بتعجين فوقا بلوندو تخافعين بعد ما هادي كل الحليب والساني داليز اللي ضابت ممكن البنات تنادر تصورا شوية نقص نقص حلاوة ما مع أملك يجي أرواعق وممكن تديرو سبعين جرام تسكر إلا بغيتو لحراش بعد ما كيت جميع كتجمع لي العجينة اللي عندي يا لبنات كنزيد عليها الكمية اللي عندي من الزبدة تكون بدراجة حرارة الغرفة يعني غتكون غيكة تلوحها في الروبو كيف ما كتشوفوا اللي بنات كنبقى ندخل ندخل وغنخلي واحد ما يقدر واحد يجو ضويمات ولا ثلاثة ديال الزبدة باش ندهل لومول ما غيت يديروها كامل أخدوا شوية زبدة ودهنوا بها لومول دوسيقى كنشكر قاعد الناس اللي سولت فيها كنقلكم شكرا ونشكر مكلا ونقول لكم كنشكر مكلا وar papal كم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب وكن وجده تحية والسلام لأميمة زينة أميمة طلقت معي عن طارق وضربت عليها بتعنيقة وكن قول لك شكرا أميمة بزف 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 كما كتشوفوا البنات كم بعد ما دخلت الزبدة غنخلي دك مولير روبوكا يضار 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 حتى تولي العجينة تولي ليف نجب بدا وكتب لكم بحلم باتفيلو كنت قد قد نضرب 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 يوم شاء الله غادي ندعمو جوج دي القنوات طبخ لطيفة وبالسومة وصافة وغدوك لتومة نخلي لكم الاسم القناة ديالهم في صندق الوصف القنوات كي يستحقوا كي يستحقوا انكم تدعمون أخواتي علش الله كنت قون تفرجوا في روتيني اليومي وبخ كنت قنوات اللي غزالة أي وحدة كتصاب الحلوة مكووش على شيقانات مخبئة ما تبغيش توري لالصحابتها ولا 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 وبقاين هكدا لذلك انا ادعمو بالمجان انا اخواتي لا اتقاضى اي اجر من عندشي وحدة لانا ممكنش تدعمي الناس دعموك وتيغد تنوذي تقضي الفلوس بش تدعمي الناس الله من هذا الممكن كيفما كتشوفوا البنات العجينة كان قندلك فيها ندلك فيها وتشوفوا داك القيمية اللي خليت ديال الزبطة كان قندلك ندلك 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 وما زال خصاة دليك البنات ومال احسن كيفما قلت صلاب غير وصاة ديال الكوغلوف كتكون معجونة بليد اللي عنده صحيحة وعندي ايذياتها تتلكها بيديها كلكلولة بشيكساعة وكتكون العجينة مطلقة لبنات ما تزيدو ما تنقصو في الكمية ديال الطحين ولا ديال الحليب ولا رغوصات كيفما تعطاتكم كيفما تخدموه كنشوفوا رغوصات كيفاش كتتجي العجينة غنوريها لكم كيفاش جات كتجبت بحل هادا دونك هنا كتكون عندي العجينة صافي دخلات يعني شربت لي ديال كيمية اللي عطيتها من الزبطة والدلكات اليم زيان وكتجيها كده مرخية بينسيغ من اللي غا تخمر غادي تشرب وما غاديش تبقاها كده كتلصة صافي كنديرها فوحد البلوندو تخباي كيفما كتشوفوا البنات وكنجمعها وكنديرها فوحد البول مالاحسن ديرو واحد الجبانة تكون صغر من هذي اللي تتفاقنا العجينة علاش بشيبال لكم ضغي الاختيمار هي كتبقة تختامر ساعة ونصت الساعتين كما قانا مالاحسن ديرو امبول تغير وردت انا بول كبير ما يعني انتوما بالنسبة المبتئديات ما غاديشيبال لكم ولكن ماشي مشكي دازت البنات ساعة ونصت الماقانا على الاختيمار والزبيب اللي كنت منقعه او مفزقه في مزهر كن نديرو في ورق النشاف وهنا غنخشيف العجينة الغرض ديالي في هاكدا فاتسريحة ماشي انا اني كندير ام فويتاج لا ما خصشي كله فويتاج خصت قغي تدخلي الزبيب تحاولي ديك كمية اللي عندك الزبيب ما بغيتيش قدري تدخلي الزبيب قبل ما تدريها تختامر ممكن لك تدخلي لبنات الزبيب انا غني كنحاولي البنات ندخل الزبيب نعمال مم تكونش فيها الفويتاج كتدخلي الزبيب او كمية الزبيب كله اللي عندك وممكن نضيفها كذلك نضيفوا شوية كمية من اللوز اللوز تكون فيها حيوة ديالي يالله اصربتها كمي قد شوفوا البنات بحالة تشكلهم كنخليوش الزبيب البنات يبان كما اخد المول اكو ديال الكوغلوف ديالي وكان دينو بزبيدة في كله غيغة وفي كله ديك اللي السنين اللي وسط ملو ممكن ستفل ويزا سمحوا لي ما شرحت لكم مش هادل القادية صعفي وكان عاود نرجع العجينة ديالي وهنا غنغطيها البنات وقنخليها حتى كتطلع في الحافة ديال المول تختامر وطلع في الحافة ديال المول البنات ما تستعملوش المول قد ديال يستعملو المول الصغر منه واحد شوية غنخلي لكم القياس دياله في صندوق الوصف صعبي اين فوكي تقدم عجناب البنات نشعلو الفران درجة حرارته 180 وكان خشيوها البنات طيب ستختامر بحال هكذا وكان عندي المول صغر كنطلعتها البنات الفوق الشوية لكن تاني تختامر اكثر من القياس تتنزل يعني ساعة وستع الاختيمار في اللول وبتك تطلع عاد كنشعلو لها الفرن اولى البنات كنخليها الطيب على خاطر 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 خاطره ولي كنشوفوها تحمرات من الفوق عو تاني كنغطاوها بابي كويسون كنخليها تكمل الطيب تكمل 1 دخمسة و 40 دقيقة 30 دقيقة على حسب الفرن اللي عندكم البنات كنتمنع لعنين نكون نشرح العرفة نشرح لكم الكوغلوف وغنشوفو ان شاء الله وصفات اخرى دي الكوغلوف هادي من داخل البنات قطنية وخفيفة رغم ان المول كبير قطنية وخفيفة و الماضاق ما غنقول لكمش الماضاق قروعة تاكت صباح اللغدة انا كنبغي ناخدها شويش سعودافيا كنبغيش ناخدها بقعم باردة مني كتتتحمر على هادي الشكل لبنات كننديمو لي وعاو كنخلي واحد تكتبر تماما و القاعدة المعتمدة في الكوغلوف ان انا كنصبودري عليه هلو السيكروغلاس لي ما بغتش تصبودري عليه السيكروغلاس كيبقى شكل يعني كيبقى اختياري نسيت واحد اللويزة تحت لي فلومو المسك بقرب مش مش مشكل صباح الليبنات هنا كوغلوف ديالي غتشوفوه محلول من الداخل وغتعرفوه الختيمار على شكا نهضر كتلقي كوغلوف رافي 4 متر اللي كتشوفي كتلقي يجيك معجن من الداخل ولا نازل ولا هابط ولا هادا الليبنات بالنسبة للبنت اللي طلبت لي اياه طريقة او كيفاش تعمر لي بيبت بأنصوص ولا بأنكولي ديال فخوي ولا انا تعمت ندير لك اللي بيبت بأعملو الإحقاش اللي اعملو كيتوتا ما اللي بغيوش ونوري كيفاش صوب تعملو فطار كتخلقي اعملو مزين 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 كتورقي على ديك الجهة اللي بيبت وكتخلي ديك اللي بيبت ديالك تمتصلك اللي بغيتي يا انصوص يا كولي ديال الفخوي يا اعملو زيت العود عسل اللي بغيتو ولكن اللي بنات صدقوني اعملو مع الكوغلوف شي حاجة فبقى الخيال شكون هادا Потомуان الهاو الكوغلوفought النا البنات وابل مشا德 غيرا مشا ادا كنت اعملو ويقضل مزين 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 مرفي فوق ما يتخيله الأقل هذا أملو البنات بدون سكر في 600 غرام ديال لوس ضط فيها فقط واحد جوج مع القد ديال العسل الحر فقط البنات الكوغولوف ديالنا البنات بعد ما كيوجد كيجي روع في المطاق و كيجي خاوي و مهوي من الداخل شوفو مليغي قرع بحداكم كيجي مهوي مهوي من الداخل ونفلع بغيوشة سوف تبدأ لكم كيفش الشكل ديالها كنتمنى على أن الاستحسان ديالكم شوفو كيفش شوفو الأخواتي التقيبات والتهوية تيبنوا لكم السبيب تيبنوا لكم التهوية اللي وسط من الكوغولوف ولكن المضاق معها ملو البنات شيء فظيع كنتمنى على أن نكون شرحت لكم في الفيديو كيف مخصص تشرح كم بقى ما أنا إلا واشا بحلي بحالكم استفيد واستفيد 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 هذا الكوغولوف هذا يستحق منكم التجربة البناتة بحيد مضاق ديال كوغولوف المعتمد أكثر من رائع وإلا بغيتو كانت غدوز لغصة ديال أملو بطريقة ديال أم فدوا لضيق الاول الكبورية ديال الفيديو مقدتش خنخف ديجال الفيديو في واحد كنزين دو مينيون يعني كتجي كبير على المتلقي بغيتو الأملو ديال أم فدوا في غلطة الدنيا الأزمال في اللعبة كما تشوفو في المليحة وفي العسيلة حري والمضاق باللعبة جمعها أزعمها المعتد قبر تطحن في هالرحة ولكن للأسف الرحة غير متوفرة عندي والأكيد أنه غير متوفرة على كثير البنات كنشكركم بزف اللي جات عندي جديدة كنقولها مرحبا بك واللي سولت فيه وصفتت لي دي ميساش عبره الخاص كنقول لها شكرا لك بزف 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 وأشده على دي يديك أختي وشكرا لكم أخواتي كاملين وما تنساوش لايك ولا فيديو واللي ما منخارطاش عندي القناة منخارط باش يوصلك لبوص ديولي لأي حاجة حطيت والأي يوصي توصلك أخواتي على البريد السريع وهكذا إن شاء الله كنت تكون نهيت الحلقة ديال اليوم صراحة من كن كن نصور شي فيديو والله على ما أقوله شهيدة البنات والفرحة لا تقاص بالتمن ولكن تنا عندي حويجات ديولي ديال البيت وعندي مسؤولية ديال الحفاية وعندي مسؤولي كثيرا في المدرسة سادة وذيك شي دونك إذن تي كن حاولو نتناوغو مع الوليدات على قبل الوليدات الصغار كيف ما إحنا إحنا تعذبنا في تربية ومتهم مساكن ما بغيوا مش يتعذبوا كيف ما إتعذبنا إحنا دونك لبنات الفيديو سالة حد هنا كنتمنى لإنا تعجبكم لإحسان ديالكم باخترجي لغسة البلوتو لفيديو ديال أخواتي لفيديو سالة حد هنا دمتم في رعيتي إلى البروشين فيديو بحول الله تعالى ترجمة نانسي قنقر